بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا سابقا من حقوق الزوجية هو الإنفاق فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وكذلك ذكرنا المعاشرة من حقوق الزوجية وكذلك عدم الهجران وكذلك المقاربة واليوم إن شاء الله تعالى نذكر حقا جديدا من حقوق زوجته على زوجها هناك حقوق مشتركة كما تعلمون بين الزوج وزوجته ومن تلك الحقوق هو البيتوتة ما المقصود بالبيتوتة؟ العلماء يقولون هذا حق مشترك بين الزوج وبين زوجته وهو حق البيتوتة يعني يجب على الزوج مقاربة أن يبات عند زوجته من كل أربع ليالي يجب عليه أن يبات ليلة واحدة فهذا حق البيتوتة أو ما نعبر عنه بالمضاجعة هو حق مشترك بين الزوجين يجوز لكل من الزوجين المطالبة به ويجب على الآخر الاستجابة حتى لو أسقطه أحد الزوجين حتى لو أسقطه أحد الزوجين عن نفسه عن حقه وأسقطه لا يسقط وإنما إذا طالب الآخر به يجب عليه الوفاء به بخلاف باقي الحقوق باقي الحقوق يعبر عنها بالحقوق المختصة ليس من الحقوق المشتركة البيتوتة من الحقوق المشتركة ولكن بعض الحقوق بين الزوجين يعبر عنها بالحقوق المختصة على سبيل المثال حق الزوج حق الزوجة بالإنفاق فلو قالت لزوجها أني قد أسقطت هذا الحق هنا في هذه الحالة سوف يسقط هذا الحق يعني لا يجبرها على أنه ينفق وكذلك بالنسبة إلى حق التمكين هو حق خاص بالزوج فإذا أسقط هذا الحق حقه التمكين وأسقط حقه لا تستطيع الزوجة أن تجبر زوجها على هذا الحق فهذا ما يعبر عنه بالحقوق المختصة خلاف ماذا؟ خلاف الحق المشترك اللي هو البيتوتة وهذا قلناه هو حق مشترك لا يسقط بإسقاط أحدهما ما لم يتفق على الإسقاط وبذلك يكون قد ذكرنا خمسة حقوق للزوجة إلى حد هذا الوقت ذكرنا خمسة حقوق للزوجة يجب على الزوج الالتزام بغى الإنفاق المعاشرة بالحسنة عدم الهجران وتركها كالمعلقة وكذلك حقها في المقاربة من كل أربعة أشهر يقاربها مرة واحدة والآن نذكر حقا خامسا ألا وهو حق البيتوتة اللي هو ما نعبر عنه بالمضاجعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم إن شاء الله تعالى ولجميع الأحبة الأخوة العزاء المقبلين على هذا المشروع المبارك بالتوفيق والسداد والرحمة والمغفرة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة